خلينا نعمل مع بعض جبن منزلي بأسهل وأبسط طريقة ممكن تعملوها بس بأربعة مكونات فقط خلينا نعمل هذه الطريقة مع بعض وإن شاء الله من بعد هذا الفيديو راح تعتمدوا هذه الطريقة في صناعة الجبن أول شي نجيب قنجرة نخلي فيه لتر من الحليب نخليها على جنب الحليب اللي سكبناه في الطنجرة الباكت مال الحليب نقسمها بالطريقة الموضحة في الفيديو يعني بس نقطع منها شي بسيط من الفوق عشان بعدين نخلي فيه الجبن الآن نجيب 200 جرام من جبنة الشيدر الشيس ونبرشها بالطريقة هذه وهذا شكلها بعد ما برشناه نأكد 200 جرام الآن نخلي الحليب على النار ونضيف ملعقة صغيرة من الملح ملعقة كبيرة من الزبدة منذوب عندنا الزبدة نضيف 9 ملاعق كبار من النشاء يعني تقريبا نصف كوب من نضيف النشاء يا جماعة نستمر في التحريك المستمر بدون انقطع لأن ممكن يتكتل معنا فضروري ان نستمر في التحريك الآن راح نضيف جبنة الشيدر الشيس اللي برشناها من قبل راح نضيفها ومن نضيف الجبنة نواصل في التحريك المستمر بدون انقطع تقريبا مدة التحريك بتكون على نار متوسطة تقريبا مدة نصف ساعة وانتم تحركوا بالطريقة هاذي ابدا ما تبطلوا تحريك عشان ما يتكتل معنا من يصير عندنا القوام كريمي يكون الجبن خلاص جاهز واموره طيبة مثل ما شايفين القوام عندنا صار كريمي وصار جاهز الآن راح نسكبه في الباكيت متاع الحليب اللي قطعناها من قبل نسكبه شوي شوي بالطريقة المواضحة في الفيديو من بعد ندخلها في الثلاجة نخليه تقريبا اربعة ساعات وهذا شكله النهائي بعد اربعة ساعات هذا الاذ جبن ممكن تعملوه في حياتكم وانا متأكدة من بعد هذا الفيديو راح تعتمدوا هاذي الطريقة في صناعة الجبن جبن تقريبا اكثر عن رطل يعني يكفيكم الفترة الكبيرة انشاء راح تجربوا هاذي الطريقة وتعجبكم واتمنى منكم اذا عجبكم الفيديو تخلوكم حلو وشكرا